السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم الشرح ده ينطلب مني وفي أكتر من تعليق إزاي نقفل القمرة بتاع التليفونات انفينيكس بمعنى يعني الوقت فتحت القمرة اشتغلت معايا ففي تطبقات بتبقى وصل لها الأزونات باستخدام القمرة إزاي بقى نقفل القمرة ده هو ده شرح اليوم طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك أول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب أكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتردت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة أول حاجة نعملها مع حضرتكم هنروح نفتح كده الإعدادات ومن الإعدادات هنبتدي ندخل على هاتفي طبعا الشرح يخص تليفونات انفينيكس هنروح مباشر كده هندغط على رقم الإصدار 5 6 7 مرات هيطلب من حضرتك الرقم السر بتاع التليفون نفسه بمجرد ان حضرتك بتكتبه بيتفعل معنا خيارات المطور هنعمل رجوع بالشكل ده وبعدين هنزل للآخر لحد ما وصل على النظام هضغط على النظام بالشكل ده هلاقي اختيار جديد ظهر معايا اسمه خيارات مطور البرنامج هضغط عليها وبعدين هننزل بس شوية صغيرين لتحت هلاقي حاجة اسمها أدوات تخصيص الإعدادات السريعة الخاصة بالمطور هندخل جواها وهنفعل الزرار ده إقاف أجهزة الاستشعار هنفعل الزرار ده وبعد ما حضرتك بتفعل الزرار ده هنروح نفتح الكاميرا هلاقي شغالة معنا الزرار بقى اللي احنا فعلناه بيكون في ستارت الإشعارات بيكون لسه طافي لو فعلت الزرار بالشكل ده وفتحت القامرة عمرها ما تفتح معايا لو رحت طفت الزرار تاني كده بالشكل ده وشغلت القامرة هتشتغل معايا وبكده يكون انتهى شرح اليوم أتمنى أن أكون أفت حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته